وللقاء المزيد من الضوء تنظم معنا من بيروت مراسلة الإخبارية مارسيل كرم مساء الخير مارسيل بداية مارسيل يعني ما الجديد لديك؟ وهل هناك تطورات حول الانفجارين الذي وقع في الضاحية الجنوبية؟ مارسيل نعم الجديد سأبدأ من ضحايا هذين التفجيرين حيث أعلنت وزارة الصحة منذ بعض الوقت أن عدد القتلى ارتفع إلى 49 قتيلا في مقابل 243 جريحا هذا يؤشر إلى ضخامة وحجم هذين الانفجارين الذين هزاء منطقة برج البراجنة في أقل من 7 دقائق بين التفجير والآخر تنظيم داعش أعلن أيضا أنه يتبنى هذين التفجيرين وأنه يأتي بطبيعة الحال استكمالا للمواجهات المفتوحة بين داعش وحزب الله في سوريا كان هذا الرد من داعش في منطقة تعتبر أحد أبرز معاقل حزب الله في لبنان الغريب في القصة وفي هذا التفجير يعني الجميع تحدث عن وقوع أو عن وجود ثلاثة انتحاريين فيما هناك معلومات تقول عن وجود رابع أيضا كان في المنطقة وقد فر إلى جهة مجهولة لم يتأكد ما إذا كان فعلا أنه كان انتحاري رابع أم لا ولكن المؤكد أن داعش اعترفت بوجود ثلاثة وهذا أيضا ما أكده الجيش اللبناني المعلومات تشير إلى أن الانتحاري الأول كان فجر نفسه قرب حسينية وهو كان ينتظر خروج المصلين من الحسينية وفجر نفسه في المكان وبعدها بلحظات قليلة قام الانتحاري الثاني بتفجير نفسه الانتحاري الثالث موجدت جثته في الموقع قبل أن يفجر نفسه قد قتل قبل أن يفجر نفسه وبالفعل هذا ما ظهر على بعض الصور الموثقة من موقع التفجير وقد قام الجيش اللبناني بالعصور على حسام الناسف مع الانتحاري عمل على تفكيكه كي لا ينفجر أيضا في الموقع نعم يعني مارسيلي الجهة التي تبنت الحادثة هو تنظيم داعش لكن تحدثت أخبار أو مصادر عن الذي طوق مكان التفجير وحزب الله أما الجيش؟ الجيش اللبناني في الواقع نعم بداية مما لا شك فيه أن حزب الله هو من ضرب طوق أمنيا محكما حول المنطقة يعني كما ذكرت أن هذه المنطقة تعتبر من أبرز معاقل حزب الله بالتالي هو موجود بكثرة في هذه المنطقة يعني حتى ولو لم يكن بلباس أمني لو كان بلباس مدني هو متواجد بكثرة في هذه المنطقة بطبيعة الحال عندما وقع التفجير كان هو المبادر إلى إقفال المنطقة بتوقن أمني محكم قبل أن يصل الجيش إلى المكان عندما وصل الجيش بقي حزب الله متواجدا في المنطقة ولكن سمح للجيش بأن يتدخل مع أيضا البقاء على جوزية كاملة من حزب الله هنا لابد من الإشارة إلى أن المسؤول الأمني لحزب الله في برج البراجنة قد سقط قطيلا أيضا في التفجير الذي وقع اليوم هذا يؤشر إلى أن حزب الله ينشر مسؤولين أمنيين له في كل المناطق المتواجدة فيها من هنا نؤكد أن حزب الله نفهم أن حزب الله قام بفرض هذا الطوق الأمني في المنطقة لأنه متواجد بكثرة في تلك المنطقة وبطبيعة الحال هي منطقة نفوذه يسعى إلى جمع ربما ما يمكن جمعه من معلومات أو من أدلة قد توصله إلى تبيان حقيقة ما حصل ولكن هو سمح للجيش بأن يتحرك على مضد كان التحرك الأساسي هو لحزب الله في المنطقة نعم طيب يعني مرسيل الحادثة هو التفجيران وقعه في الضاحة الجنوبية في العاصمة اللبنانية بيروت هل الموقع على الطريق طريق المطار يعني بعد الناعمة أو قبلها في الواقع المنطقة هي قريبة من مطار بيروت الدولي ولكن يعني ليست على الطريق العام تحديدا هي في منطقة يمكن أن أقول أنها داخل منطقة يعني الضاحة الجنوبية لبيروت ليست في منطقة ساحلية هي منطقة ساحلية بطبيعة الحال ولكن ليست على الخط الذي يربط بيروت بطريق المطار اللافت أن هذه المنطقة لها أكثر من مدخل ولها أكثر من منفذ ومن هنا قد تمكن الانتحاريين من الدخول إلى المنطقة وإلى الدخول إلى الموقع بسهولة تامة المعلومات تشير لأنهما وصلا إلى الموقع سيرا على الأقدام لم يكن يستقلان سيارة أو مائلة شابة بالتالي هذا دخولهما إلى المنطقة كان سهلا جدا دخولهما كان مسحلا لهما وهما قد تمكنها من تنفيذ مهمتهما بسهولة تامة لأن كما ذكرت المداخل المؤدية لتلك المنطقة متشعبة وهي كثيرة جدا وربما أن حزب الله كان قد تراخى بعض الشيء في فترة الأخيرة بخطته الأمنية كلنا يعلم أنه بعد التفجيرات الماضية كان حزب الله قد اتخذ قرارا بتسكير كل المداخل المؤدية إلى كل المناطق التي له تواجد فيها ولكن بعد أن تراجعت التطورات الأمنية أو الأحداث الأمنية في بيروت شاهدنا أن حزب الله قد تراخى أمنيا بعض الشيء هذا التراخى من حزب الله دفع اليوم بداعش لأن تضرب في معقل حزب الله في عقر دار حزب الله في برج البراجنة يعني بعد أن انطمأنا حزب الله إلى أن الأوضاع باتت مستقرة وأنه سيطر على المناطق في سوريا التي يأتي منها الانتحاريون زبداني والقصير وغيرها نرى أن داعش اليوم تقول لحزب الله اللعبة هي أيضا لعبة في بيروت وأنا أستطيع أن أضرب كما تضرب أنت في سوريا أضرب أنا في بيروت في معقل في عقر داركة بالتالي هم يعني الانتحاريين تمكنوا من النفاذ إلى داخل الضحية الجنوبية كما ذكرت سيرا على الأقدام وهذا ما يؤشر إلى أنهما يعني تسللا ببراعة إلى هذه المنطقة نعم كانت معنا مراسلة الإخبارية من بيروت مارسيل كرم شكرا جزيلا لك مارسيل على هذه المعلومات وعلى هذا التفصيل